حصل أو جاء شوفنا الخبر اللي حتشوفه قدامك قدامك معادل هنا حالا ده دي من الصحافة العبرية الدبابات ونقلات الجنود المدرعة الجيش الإسرائيلي يقوم بنشاط غير عادي في منطقة محور فيلاديلفيا وأمير يهيبوت أو يهيبوت قال الخبر وقال بحسب التقارير الفلسطينية فقد قام جيش الدفاع الإسرائيلي بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلاديلفيا وقام بمناورة قصيرة حيث أطلق الإرهابيون النار على القوات وتم الهجوم عليهم طيب اللي بسه أن الأخبار جت الأخبار جت أن فيه نشاط على محور فيلاديلفيا أو صلاح الدين الجزيرة نفسها أكدت الخبر زي ما هنتابع مع بعض تأكيد قناة الجزيرة للخبر وقالت بناء أو نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلاديلفيا على الحدود على حدود القطاع مع مصر زي ما الخبر قدامك طيب أدس بريس كمان اتكلمت عن الخبر وقالت الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال منطقة الحدود في محور فيلاديلفيا وطلب أن الجنود المصريين إخلاء الحدود وأبلغ مصر أنه غير مسؤول عن سلامة أي جند مصري وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت تمام؟ تمام طيب فين الخريطة عشان الناس لست تبقى عارفة عشان حاجة تبقى متابع معايا فين فلاديلفيا وإيه قيمتها؟ هنا مصر وهنا قطاع غزة وهنا مساحة من ستين لمائة متر ما بين مصر وقطاع غزة المساحة دي بتبدأ من كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم لحد البحر المساحة دي المنطقة العازلة ده محور فيلاديلفيا اللي هو محور صلاح الدين أه دي مصر وأه دي غزة وما بينهم مساحة من ستين لمائة متر المساحة دي يا سيد الفاضل هي محور فيلاديلفيا ومحبار صلاح الدين بيبدأ من كرم أبو سالم لحد شط البحر نقطة من أول فضل مصادر عبرية قالت أن الجيش الاحتلال بيحاول يسيطر ولكن تم الاشتباك معاه من قبل المقاومة الفلسطينية وتراجع مصادر فلسطينية أكدت ومصادر إخبارية عالمية زي الجزيرة أكدت تمام؟ فلما تيجي أنت تنقل الخبر ده فأنت عندك مصادر أنت مش جاب حاجة بتتبلها ولا بتدعيها هذه المحور مرة تانية هنا مصر هذه رفح المصرية رفح الفلسطينية والمنطقة دي يا جماعة هي منطقة محور فلادلفيا أو محور صلاح الدين هنا معبر كرم أبو سالم بيلتقي عند الحدود مع مصر ومع قطاع غزة وهنا النقب إلى البحر المتوسط تمام؟ تمام؟ شكرا نسيدي إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه اللي حصل؟ إنه طلع إعلاميين بينقصين طبعا بتوع السامسونج قال لك بص عايزين يجرون للحرب بيقولوا أخبار ما حصلتش ومش عارف طبعا أنا جبتلك المصادر وإنت لو بتعرف إعلام وإنت لو صحفي بجد عارف أنك عندك مصادر أكتر من ثلاث مصادر خلاص؟ الموضوع خبر ولكن الفكرة عندهم حاجة تاني فتطلع اليوم السابع مصادر تنفي مزاعم إعلام إسرائيلي حول بدء عملية برية من كرم أبو سالم لمعحور فلادلفيا يعني في مصادر نفت مزاعم مصادر مجهلة ما إحناش عارفين هي مين؟ ما قالكش هي مين؟ نفت مزاعم معرفة مزاعم إعلام إسرائيلي يعني كان فيه خبر وأنا جبتلك مصادر خبر وجبتلك إن الجزيرة نقلت الخبر طيب تعالى نسمع تصريح العميد سمير راغب العميد سمير راغب مصر قضت على الأنفاق تماما مع غزة منذ تولي السيسي السلطة ومحور فلادلفيا أرض فلسطينية طب إسرائيل عايزة تحتلوا طب تحتلوا ليه؟ ما هم بيبلغون وبتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة وبيطلبوا احتلاله ومحدش هيرفض ويبقى مسؤول عن تأمين الحدود عن تأمين حدود مصر من الجنب الفلسطيني ويعمل اللي هو عايزه من نحيته ملناش دعوة لأنها مش أرضي ده كلام مين يا جماعة؟ عميد سابق بجيش المصري اسمه إيه؟ اسمه سامير رغب فالجماعة اللي الأدريناليل عاني عندهم والوطنية ومحدش يقدر يدخل المحور واللي يقرب يجرب وإحنا ومحدش يقدر يلعب مع الأسد وحنركعهم وخزعبلات الوطنية اللي واخدكوا بالروح يا جماعة على نفسكو هدي نفسكو شوية يشربوا مياه ساعة حتى لو إحنا في الشيطة يشربوا مياه ساعة عشان تهدوا يمكن تهدوا شوية ليه؟ لأن اللي قدامك في الصورة ده ومتصور الصورة دي على المعبر ده عميد سابق اسمه سامير راغب روح واسألوه لحسن تقول لي مين ده؟ هو اسمه سامير راغب عميد سابق في الجيش المصري قال لك إيه؟ مصر قضت على الأنفاء تماما مع غزة بيقول كده ليه؟ لأن اسرائيل بتقول لك إحنا مش عايزين خايفين إن حماس تهرب ولا حاجة فهو بيطمنهم بيقول لهم مصر قضت على الأنفاء يا جماعة ما فيش أنفاء اللي بيحصل ده كله من جوة غزة ناشي ومحدش هيهرب بيفكرهم مصر قضت على الأنفاء تماما مع غزة إمتى؟ منذ تولي السيسي السلطة دور الوطني لزي السيد الفريق الزعيم اجامت جدا هو بيشيت بيه كمان وبيقول لهم محور فلاديلفيا أرض فلسطينية أصلا ملناش فيه طب إسرائيل عايزة تحتله لو إسرائيل فيقول لك طب تحتله ليه؟ طب ما يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتلاله ومحدش حيرفض يعني يقول لهم يا جماعة احنا عايزين نحتله فلاديلفيا بيقول لهم هيئة اللي أخدوا فلاديلفيا محدش حيرفض إنما بقى إيه؟ مصريتنا وطنيتنا حساب على إكس اللي هي مناهنم بنت الأصول ما فيه حسابات كده الودي الجن الوطني الجامد ابن السيسي الحسابات ده قال اللي انت عارفين اللي هم بمسرحينهم دول حد شادر يقرب مننا احنا اللي مش عارف ايه بتخشوا على حسابات المطلوب بيقولوا كده بيرد عليهم الرجل ده عارف انت القفة الجامد ويقولهم طيب ما هم هيبلغونا وتجتمع لهيه العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتلاله ومحدش هيرفض يحتلوه ويبقوا مسؤولين عن تأمين حدود مصر من الجانب الفلسطيني ويعمل اللي هو عايزه والنحياته ماناش دعوة لأنها مش أردي يا سلام وطنية وطنية صحيح وطنية حقيقي شفت الحضور شفت السيادة صباح السيادة طيب أنا بس بقول للإخوة اللي بيقعدوا على السوشال ميديا وبقروا الراجل ده عشان تهدوا شوية ماشي ما هو محور فلادلفيا وخطروا على الأمن القومي لمصر نشوف مع بعض إيه هو محور فلادلفيا محور فلادلفيا زي ما قلت لحضرتك بنجيبه تاني هو طوله 14.5 كيلو بعرض من 60 لـ 100 متر هنا ما بين غزة وبين مصر محور فلادلفيا أو ما يعرف بمحور صلاح الدين هو خط الحدود بين نصر وقطاع غزة في فلسطين يمتد من البحر المتوسط حتى معبر كيرما بوسالم بطوله 14.5 كيلو متر كان في الأصل منطقة عازلة أقرتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979 عقب انسحاب إسرائيل تولت السلطة الفلسطينية السيطرة عليها وفي ظل اتفاقية المعابر اللي هي 2005 انتقل لسلطة حماس في 2007 عقب سيطرتها على القطاع خطة نتنياهو أعلن نتنياهو عزم السيطرة على محور فلادلفيا بزعم وجود أنفاق واسعة وطويلة تحته إعداد خطة عملياتية للسيطرة وإدارة المعبر حتى نهاية الحرب القيادة الجنوبية الإسرائيلية ترى أن معبر رفح نقطة اختراق تخدم هذا المحر إذن الكلام لأصل ونتنياهو عبر عن نيته قبل كده فبلاش حد يعني ايه قادر نليله ينقح عليه ويخش يقول كلام هو مش فهمه وهو مش عارف يقوله طيب نروح بقى لمقال رأي مقال رأي عربي 21 بيتساءل لماذا أسقط السيسي الخطوط الحمراء عند رفح لماذا أسقط السيسي الخطوط الحمراء عند رفح المقال ده على عربي 21 بيتناول ايه نشوف مع بعض جزء من المقال مقال الرأي بيقول تقلص حدود الأمن القومي المصري يعتقد الخبير العسكري عادل الشريف أن تقليص حدود الأمن القومي المصري لم يصل إلى هذه الدرجة من التقوقع إلا في عادل السيسي حيث كانت تمتد إلى منابع للجنوبا وقطاع غزة شمال شرق سيناء باعتباره خط الدفاع الأول عن مصر واتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني هي لحماية الكيان وتحييد مصر وليس لحماية مصر أضف حديث العربي 21 مهمة الجيش المصري بقيادة السيسي هي مهمة وظيفية لحماية أمن الاحتلال وتطهير الحدود مع قطاع غزة من خلال إغلاق الأنفاق وإغراقها من قبل بالمئة وإزالة مدينة رفح المصرية المتخمة على الحدود وإقامة منطقة عزلة وغيرها من الإجراءات التي تحمي حدود الكيان الصهيوني وليس حدود مصر طيب عندي مقار رأيي تاني عن الموضوع عن موضوع الحدود كيف حول السيسي معبر رفح لمكان الالتقاط الصور التسكيرية وتزديل مواقف الدعم الكاذب كتب المقال ده في عرب 21 علي بكري ناخد مختطفات من اللي كتبه علي وإزاي المعبر بقى لتصاوير وإيه حاجة كده زي خان الخليل هذه المرة اختلف الأمر كثيرا في الموقف الرسمي المصري تجاه المعبر منذ اليوم الأول للحرب النظام المصري أغلق المعبر ومنع دخول شاحنات المساعدات ملقيا باللوم على الجانب الإسرائيلي لتهديداته المتكررة بقصف أي مساعدات تدخلها مصر للقطاع ويظن أنه بذلك يرفع نفس الحرج في إغلاق المعبر بالتزاون مع الإختحام الإسرائيلي لمستشفى الشفا صرح مدير عام المستشفى في قطاع غزة محمد زجوت بأنه تم التواصل مع الجانب المصري على مدار خمس أيام لتنصيق دخول الأطفال الخدج إلى المستشفى المصرية إلا أنه لم يحصل على أي رد على حد تعبيره ليتضح للجميع مرة أخرى أن النظام المصري شريك أساسي في حصار غزة بالرغم من أكاذيب المتكررة بفتح المعبر من الجانب المصري بشكل ده محولاً المعبر إلى مكان لالتقاط الصور التسكرية وتسجيل مواقف الدعم الكاذبة كما ذكر علي بكري في مقاله على موقع عربي 21 إذن إحنا قدام تنازل كبير جداً على السيادة على معبر رفح مش بس على فلاديلفيا أو محور صلاح الدين وده اللي عبر عنه علي وقال إحنا قدام مشهد من مشاهدة تحويل معبر رفح لمكان لالتقاط الصور التسكرية والتعبير عن التضامن الشكني ليس إلي الناس بتتكلم وبتتداول الموضوع على السوشيال ميديا ممكن نشوف مع بعض تعليقاتهم زي مثلاً زميلة شرين عرفة اللي كتبت على حسابها على موقع إكس وقالت الإعلام العبري يعلن عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية على محور فلاديلفيا بالحدود المصرية ويطلب من الجانب المصري إخلاء المعبر من الجنود المصريين لأنه غير مسؤول عن سلامتهم الإعلام المصري صح بس هننكر مشهد من مشاهد العار والمسخرة السيسوية تعليق آخر لحكيم بالحيل خطير وسائل إعلام إسرائيلية تبث خبراً مفاده أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية تمتد إلى محور فلاديلفيا معنا الخبر جيش الدفاع الإسرائيلي سينقض اتفاقية كامب ديفيد ويدخل بالدبابات إلى المنطقة منزوعة السلاح الجهة مصر وده مخالف لكامب ديفيد زي ما قالنا حكيم بالحيل تعليق بعد كده معانا لمحمد ناجي بيقول محور فلاديلفيا ده عبارة عن شريك حدودي صور عازل طوله 14 كيلومتر يفصل بين مصر وغزة الصور ده عبارة عن أربع موانع متعددة هدف إسرائيل الرئيسي هو عمل فجوات بالطيران في هذا الصور لدفع الغزيين أو الغزويين للهرب لمصر وهذا خط أحمر مصري معناه الحرب المباشرة بين مصر وإسرائيل بدون نقاش وعايز أقول أن النهاردة تم التصريح بده مصر قالت الدخول لمحور فلاديلفيا محاولة ادخال الفلسطينيين عبر فتحات إلى الجانب المصري خط أحمر لا يسمح بتجاوزه ولن تقبل مصر أبدا بتجاوزه